النهائي في ملعب محايد النهائي في ملعب محايد ده اللي حنشتغل عليه خلال هذه الفترة لأن ده حق أصيل لجمهور النادي الأهلي إنه هو يشتغل على هذا الموضوع لأنه أنا زن بإيه حضرتك أن أنت حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار وبالتالي بما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار أول حاجة تحصل أن أنت تستبعد للأربع دول دول ده ألف به ألف به فرص أن أنت بتدي فرص لكل الأربع فرق وإنت لسه قال الكلام ده حقوله تاني ومع الفصل الجاية حقوله تاني ومع الضيوف حقوله تاني وبكرة حقوله تاني وبعده حقوله تاني لأن هذا هو حق النادي الأهلي خلال الأيام القادمة حسيب الحكام دلوقتي مش هتكلم عن التحكيم واللي بيحصل في التحكيم في مصر حاجة كان بسيطة وردتها لحضراتكم مش هتكلم عن أي حاجة بتحصل ولكن كل اللي أنا عايزه أو مش اللي أنا عايزه كل جمهور النادي الأهلي عايزه النادي الأهلي النهائي في ملعب محايت إذا وصل النادي الأهلي للمباراة النهائية وما تخدوش بقى بالكلام اللي بيتقرص له أنت وصلت آه بنسبة كبيرة قد تكون وصلت بنسبة 50% على الأقل قد تكون وصلت لكن لسه في 50% تانية في المباراة القادمة ومحدش عارف إيه اللي ممكن يحصل في المباراة القادمة وبالتالي خلالنا ننتظر لما بعد نهاية المباراة القادمة أمام مفاق الصيف ونقدر نتكلم في هذا الموضوع وبالتالي النهائي في ملعب محايت هذا هو طلب جمهور النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر